الصباح الخير زيكم انا زميلكم دكتور محمد نجيب ان شاء الله هنتكلم على risk assessment على the fundamental of risk assessment وعلى the context بتاع the lecture هنتكلم على risk assessment في the outbreak وهنتكلم على communication برضو اثناء the outbreak هنتكلم على اربع موادية اساسية في المحاضرة الجزء الاول في المحاضرة هنتكلم على fundamental of risk assessment هنتكلم على الطور المختلفة اللي تعمل بها risk والtools والstrategies هنتكلم على risk assessment methods والeffective risk communication strategies اثناء the outbreak زي ما اتفقنا وفي الاخر جزء في المحاضرة هنتكلم على annual reporting of outbreak ازاي نقدر نعمل outbreak report اساسيات risk assessment قبل ما نبدأ بس لو في اي لحظة في حاجة مش واضحة انا ممكن حد يوقفني عادي وتفتحه المايك ونتناقش فيها في اساسيات risk assessment احنا عندنا ثلاث اساسيات في risk assessment او ثلاث مواحد بنعدي فيه بنعدي بيها اول حاجة في risk assessment انت يو need to identify hazards او risk ده risk عمتا هو اي harmful event انت you will encounter اثناء ال process اللي انت بتعملها assessment دي فا اول مرحلة هي identification risk assessment بيبدأ دايما بالidentification of any potential hazards ولو احنا بنتكلم ال context محاضرة الاوتبريك يبقى بنتكلم على اي potential hazards related to the outbreak او associated مع الاوتبريك والidentification هو طريبا يعني الكول component بتاع risk assessment لو انت ما قدرتش تعمل proper identification بالتالي كل الخطوات اللي بعد كده هتبقى مش مكتملة وبالتالي ال end result بتاعك او risk assessment process بتاعتك هتبقى ناصر ال identification of the hazards هو ده اللي بيخليك تقدر تعمل uh uh reliable proactive control او measures وبالتالي تقدر تعمل mitigation ال risk ده وتقدر to protect your uh يعني healthcare worker your patient and community الخطوة اللي بعد كده بعد ال identification انت زي تقدر اللي انت تحول ال identified harms دي او ال identified hazards دي to quantified measures او القيم فبنعمل حاجة اسمها quantifying risk level و quantifying risk level ده هوريكو example احنا ازاي نقدر اه نحول بقى الكلام ده لارقام نقدر نقسها ونقدر نعللها فبتقيس على parameter زي مثلا ال parameter المشهول اللي هو انت بتقيس عن طريق قياس ال likehood او probability of occurrence وتقيس ال severity او impact وبعدين ممكن نزود كمان parameter تاني انا استعداد ايه دي risk preparedness level فبتقدر انت بقياس ال parameters دي احتمالية حدوث الخطر ده والله تأثير الخطر ده قد ايه وانا درجة استعداد ايه فلما بتقيس على ال skill ده تقدر انت تحول ال risk ده تحول القياس فبالتالي تبقى ال process بتاعتك يعني objective تبقى structured process تقدر تفهم بيها والله درجة الخطر بتاع risk ده قد ايه وانا هقدر استعداله ازاي وبالتالي التحول ال risk item ده لقيم مفهود ملموسة ده بيساعدك اللي انت تقدر بخطتك لموجهة ال risk ده اللي انت تقدر تحط كل ال resources اثناء عملك ال action plan بعد التعرف على ال risk وبعد التحويله الى قيم تقدر بعد كده اللي انت يبقى عندك informed decision making process مبنية على data بيسموها data driven decision ما يبقاش decision مبني على خبرة او مبني على سابقة اعمال لا او مبني على data طلعة وال data لا تكذب ال comprehensive risk assessment عشان يبقى comprehensive ما ينفعش يتعمل by the infection control team alone المفروض اللي احنا بنشك فيه كل ما هو له علاقة بهذا risk في المستشفى او في المنشاة الصحية فبالتالي comprehensive risk assessment المفروض اللي هو بيشجع رؤساء الاقسام اضاوة التمريد الاضابة كل ما هو له علاقة بال risk انت بتدخله معك في ال process وبتتناقش وبتعمل كزا meeting عشان تطلع by comprehensive risk assessment process اتفقنا اللي هي بتبدأ بال identification بس في الحقيقة process بتبدأ قبل ما تعمل risk identification انت محتاج اللي انت يكون عندك data اصلا يكون عندك process of data collection وبالتالي المنطقية اللي هي data collection وبعدها data analysis عشان كده data collection هي اول step ال risk assessment اللي انت لازم يكون عندك data بتجمعها وبتبدأ تحلل ال data دي ولو احنا هنتكلم على يبقى data اه ليه علاقة بال ليه علاقة بال ايه اللي هي ال risk اللي انت قابلته في ممكن يكون example هنا مسلا من ال data collection اللي انت تاخد اه او تجمع معلومات على اللي هي اللي عندك في المنشأة بتاعها او ال high risk group او ال high risk area وكمان method of transmission او اللي هو geographical spread عشان ده يحسن من قدرتك على اتخاذ القرار كان في مقولة شهيرة لعالم ايرلاندي اسمه lord kelvin اللي هو يعني قال ما اقولها كانت اساس في ال quality اللي هي if you can't measure it you cannot improve it اه وفي عالم تاني امريكي قال اللي هو bitter dicker ده قال اللي هو if you can't measure it you cannot manage it فلازمي عشان to measure something انت لازم اصلا في الاساس يكون عندك data collection وبالتالي انت تقدر تعمله measurement وتقدر to manage it وتقدر to improve it بعد data collection والاناليسي المرحلة دي انت جمعت ال data اللي هي علاقة بال pathogen بالprocess بتاعتك تقدر تعمل دلوقتي risk identification risk evaluation وهنا risk identification تبدأ تجاهز list زي ما اتفقنا بال risk population او high risk group vulnerable population اللي هما ممكن نقول لو احنا بنتكلم في ال context احنا نبدأ نحط في الاولويات بتاعتنا patient 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 اللي هما عندهم chronic diseases او multiple comorbidities ممكن تقدر تعمل assessment كمان ل mood of transmission في المنشأة ايه هو most common mode of transmission للهلسكاة شيد الانفكشن عندك في المنشأة اذا كان هو most common في معظم المنشأات بيبقى ال contact mode of transmission ممكن يأتي بعطي droplet ممكن يأتي بعطي ال airpone ممكن يأتي بعطي ال vehicle transmission زي ال food poisoning وليكن water contamination قاعدم تعمل identification للgroup method of transmission والmost common pathogen تقدر تعمل evaluation للconsequences اللي انت ممكن تحصل نتيجة الرسك ده وكل ال identification دي سواء انا بعمل identification risk وidentification للconsequence ال risk ده لان هو ده اللي بيوجهك بعد كده على اللي انت تعمل او تكون ال action plan دي مناسبة للمنشأة بتاعتك يعني عشان كده risk assessment ده very unique لكل المنشأة ما ينفعش يبقى template كلنا بنمشي عليه بنفس ال risk في كل المنشأة كل المنشأة وليها unique risk مختلف على المنشأة اللي جنبها بعد ال identification هنجي لل ال mitigation هنا المقصود بيها ال action plan فانت ازاي تقدر تواجه risk ده فبيزدى على assessment اللي انت عملته اللي هو بدأ بال data collection وال identification وال evaluation انت تقدر تلوقتي تتعمل خطة و والهدف دايماً من ال رقم واحد اللي انت انت تقدر في بعض ال ريسك انت تقدر تو وفي بعض ال ريسك فالهدف يكون تو وهنا المقصود بمينيمايز ال بتاع الرسك ده على المنشأة على ال على ال والتأسير الرسك هنا ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون وبالتالي انت تقدر يكون يعني تو انشور سيفتي كالشا او سيفتي في سواء في المنشأة او في المستشفيات هنيجي لبعض الطولز وال الفريموركس في في طولز مرشورين يعني كفكرة عامة في ال وفي 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 ال وفي ال وهنا ال لو هنتكلم على ال او او هنا هنا اللي بديمالش كالمدر ده بنستخدمه عشان بيديني القدرة على يعني التنبق ب اللي هو بتأسير ده بيديني القدرة على 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 حجم تأسير اللي ممكن يحصل في وبالتالي لو احنا نجي نطبق الكلمة دي على بتاعت الاوتبريك هيديني القدرة على تحديد الكلاس فالتعامل معاها ببنانة على ازا كان كلاس اي ولا بي ولا سي وهنتكلم عليه في نهاية المحاضرة ازاي هقدر اتعامل معاها ومن ضمنها ازاي هقدر ابلغ ال 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 ولو هاجي هنا في السلايد اللي بعد كده لو هنكلم على الابدينيوشكا الموديل الابدينيوشكا الموديل لو هشحالك هو في المشروعين او في الابدينيوشكا الموديل اللي هو بيسموه سيروس وسيروس اللي هو اس اي ار اس و اس اي اي ار اس اللي هو اختصار ليه لو هنتكلم على اس اي ار اس اللي هو ساسبتابل انفكشواس ريكوفرد فانت هنا في الابديوميولوشكا الموديل انت بتبدأ تحدد المرضى بناءا على الاكسابوشا الليفل والله ده ساسبتابل اللي هو اه وده انفكشواس وده ريكوفرد وفيه موديل تاني اللي هو زودنا كلمة فيه اكسبوزد فالله هو بيسموه سيرس اللي هو اس اي اي ار اس اللي هو ساسبتابل بايشنت اكسبوزد بايشنت انفكشواس بايشنت وريكوفرد بايشنت فمن ال من السلايد دي هتضر الابديوميولوشكا الموديل انت بتصنف المرضى بناءا على الاكسابوشا والساسبتابلتي والانفكشواس فالداتا بتجمحها منين في الابديوميولوشكا الليفل والله بتجمحها من الراونز من الفيلد بتجمحها من اللي هي بتاعنا هي باللاب اه وبنجمحها كمان اه من ومن وتبدأ ترسم بتاعك عشان تشوف بتاع البراميترز وبناءا على الموديل تصنيف الموديل بتبدأ تعمل في المنشأة والله وتقدر اللي انت وتقدر اللي انت الانواع لما يكون عندنا لما بنيجي نعمل ونشوف ونبدأ نصنف البيشنت لما يكون عندك وتبدأ تشوف الحالات اللي هي اللي احنا بنوانا نفيكشوز خلاص ونبدأ نشوف يعني في اللي هم بنقول عليهم دول بقى هم موجودين في الوحدة اللي فيها فده موديل احنا بنستخدمه على طول لو انتو شايفين السلايد دي بتستخدمه الجهات اللي هي اكبر من هنا في المستشفى يعني ممكن نقول مثلا الوقاية او القيادة والتحكم في وزارة الصحة او كان مثال شعير الكوفيد في الاكزامبل ده الكوفيد ناينتين في هتلاقوا هنا اه في منطقة ما منطقة سكنية هو بدأ يحدد العمل الدياتابيز موجودين وعندهم كوفيد ناينتين مسلا او 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 والله الحي السكني ده وليكن حي النخيل هنا مسلا والله ده فيه محطة بنزيم وفيه بنك وفيه اه اتي ام ماشينز فيه ماركت وفيه صيدليات وفيه كمان اه محطة اه على الجوجل ماب قدر لي هو يحدد المناطق المصابة وفيها اكترية من من المرضى وهنا Sovi Subscribe هنا هي ل ling machine هنا عندكم هنا فيه تلات اختصارات اللي هو ال R F وال ان اه أي اي اس والل آر ار اي اس ها طبعا مش مهمة في المحاربة بتاعتنا اللي انتوا تعرفوها بس الي لغاء يعني ده انواع من التولز اللي بتستخدم فيه اللي هي الار اف دي اختصال الانف اي اس اللي هي الادابتف نيروفازي انترفيرنس سيستم واللينيار ريجريشن اللي هو الار مش مهم قوي دي المهم اللي هو بالماشين موديول او بالماشين النتيجة المحاصلة النهاية اللي انا حطيت الخريطة وبدأت اعلم بالاحمر على المناطق المصابة وتفتكوا كمان زمان في الكوفيد لما كنا بنخش على السايد بتاع الامو اتش ونلاقي الخريطة والدواير الحمراء الكبيرة اللي هي كانت بتوريك الاصابات اكتريت العداد المصابة في المناطق السكنية او على مناطق مسلا المملكة اه اثناء الكوفيد. بالتالي ببنانة انت ممكن تقدر اه اللي انت تبدأ بتاعدل فيها تعملها اه كمان بتحسن من قدرتك على اتخاذ القرار بنان على المعلومات وبنان على الخرارة الموجودة في مركز القرارة والتحكم وكمان اه بتحسن كمان من قدرتك على اه تفتكوا كمان يعني احنا لما ماردنا بالكوفيد وده كان اه كان بري جود اجزامبل بدأت القرارات اه كانت بتتاخد على فترات بنان على ده بدأنا بجزء معين من الكيرفرو كان وقت معين في في اليوم بدأت الاعداد تزيد الوقت قصدي اللي هو الكيرفرو ده بدأت يزيد وبعدين لما المناطق بدأت تقل الاصابات في مناطق بدأنا نفك اللي هو حصر التجول ده بدأنا في الاول في الكوفيد اللي احنا نعزل كل المرضى بصرف النظر عن حالتهم الصحية نعمل لهم في المستشفيات وبعد فترة قدرتنا على اتخاذ القرار اتحسنت فبدأنا اللي احنا نوجه المرضى دول اللي هما آآ نوجيههم على اللي هي مراكز الحجر في البدايات آآ كانت في نادق وبعد وقت من ده قدرنا اللي احنا كمان آآ بدأت تزيد ومعلوماتنا زادت البولوس بتاعتما بدأنا اللي احنا لأ نتعامل في العزل المنزلي واللي احنا بس توقدمت البيشنت اللي هما وحتى الان الحمد لله البنديميك خلاص مفوض اللي هو وبنتعامل دلوقتي مع الكوفيد از ايني ازر ديزيز فا آآ ده كان آآ افاي جود اكزامبل آآ حطوا الاكزامبل ده على المانكي بوكس حطوا الاكزامبل ده حديثا على ما حدث في البوتيليزم والاكشن اللي اتخذ على الريسك مابنج والفيجوليزيشن كان آآ اكشن سريع ومحترف الخطوة التالتة او التولز اللي بنستخدمها آآ مش خطوة هي تولز بنستخدمها اللي احنا ندخل آآ اللي هما من كزا من كزا جهة والديفرنت هنا المقصود هنا اللي انت مسلا هنا اجزامبل احنا عاطين اوت شارت والا اوت شارت هنا آآ الهدف منها يعني بس كده التوضيح ده مسلا آآ وعندنا تحتيه آآ وتحت الناس دي او تحت الراجل ده هتلاقي فيه اكسبرتيز من ديفرنت سكشن هتلاقي القسمة بتاع دائمية الصحة ده واللي يكون لو نحط اجزامبل بتاع وقاية هتلاقي فيه ناس مسؤولة عن فيه الانفكشن كونترول فيه ناس مسؤولة عن الاميرجنسي آآ برباردينس والرسبونس البابليك هيلس والبابليك هيلس كل دول بيشتغلوا مع بعض عشان عشان كده دي مختلفة انت حتى جوه بقى لما تجي تاخد الاجزامبل ده عندك في المنشأة اثناء التعامل مع حتى في انت بتدخل كل ما هو يعني آآ ليه علاقة بالاوت بريك فبتدخل اه صاحب ده انت معاك اللاب معاك الهيدوفزا ديبارتيمنت معاك ادارة التمريد معاك الادارة معاك معاك حتى ايفن الناس المسؤولة عن فكل دول بيشتغلوا مع بعض على التعامل مع الاوت بريك اتفقنا ان هو اصلا حاجة الاساس فيه فهنا هنتكلم اللي فيه فيه قسم دايما موجود دلوقتي في المنشآت الصحية اسمه حتى في المنشآت الصحية الخاصة هو اصبح قسم اجباري تبقى اللي هي تسوي المال مثلا لازم يكون اي منشآة اي شركة يكون عندها قسم ادارة المخاطر فلو قسم ادارة المخاطر ده بنقول ايه هو بتاعته هو فعلا هو ده اهم شيء وبعد كده تيجي ريسك ايواليواشن و ريسك منجمت ريسك اسيسمن ده مهم لان زي ما اتفعنا لان تتعمل اسيسمنت بريبر اسيسمنت ده بيخليك يكون عندك بريبر استراتيجي بريبر كنترول بريبر اكشن بلان و تقدر فعلا فعلا تقلل من والهدف دائماً من الريسك السيسمنت رقم واحد الهدف الأساسي لو أقدر وفي مصطف تايمز يعني منيمايز النيجاتيف الريسك ده في هدف تاني ممكن يظهر لك وانت بتعمل الريسك السيسمنت اللي انت تايدنتفاي الممكن او الوبرتوني اثنان ما بتعمل وتحط اكشن بلان وتايدنتفاي هاي ريسك بتكتشف اللي انت عندك فرصة لتحسين سيستم عندك فرصة لتحسين موجودة وليكن لو احنا بنتكلم عن وكان عندي مثلا ومعظم المرضى اللي هما كانوا كانوا على واكتشفت اللي عندي مشكلة في اللي هي فدي بيديني فرصة لتحسين اللي هو عندي في المنشأة زي ما انا برضو بقدر بيديني فرصة لنا اقلل عشان كده عشان يكون صح يعني بتمر دايما بصبع مراحل والسبع مراحل دول انت ممكن ما تاخدهمش كلهم بس كل مرحلة متكاملة مع المرحلة البعديها يعني المراحل دي كلها بتكمل بعضها فرقم واحد انت لازم تحدد او المرحلة الاولى لازم تحدد الريسك سكوب والريسك سكوب ده بالتالي هو اللي بي بيحط لك في مولك فلو ريسك مانجمنت سايكل في منشأة صحية هيبقى مختلفة عن في المستشفى والريسك مانجمنت سايكل في المدرية هيبقى مختلفة عن في مثلا في وزارة الصحة او في وقائي فالسكوب مهم بناء على تحديد الاسكوب انت تقدر تحدد الريسك زي ما اتفقنا وده مهمة بيسبقها دايما وبعدين تقدر تحدد حاجة اسمها سجل الريسك بعدين الخطوة اللي ممكن تيجي بعدها اللي انت تبدأ تعمل الريسك وهنا ممكن تمر مرحلتين مرحلة اسمها وفي مرحلة اسمها ودايما يعني فيه ناس بتجمع المرحلتين دول مع بعض فيه ناس بتستخدم حاجة واحدة منهم فيه ناس بتستخدم الاتنين لكن احنا في الغرض من المحاضرة عشان نشرح الكوانتاتاتاتيز او بوث وبعدين تقدر اللي انت الوقت تحط اكشن بلان فبتخطط وبتحدد الموجودة في البروسس اللي تقدر تشتغل عليها عشان تقلل وبعدين حددت البلان تنتقل للمحالة اللي بعدية اللي هي خلاص انا جهزت البلان وحطت المسئوليات ومين مسئول عن كل الخطوة في البلان وهو ويلا بينا نطبق وطبق وحدد طبعا جمعت بتاعتي وهبدأ اطبق مهم بناء على البلان اللي انت حطتها وعلى اللي انت حطيته وتيجي اخر محالة طبعا اي بلان بتتعامل في الدنيا ويبدأ تنفيذها لازم تبدأ تعملها عشان تشوف معادلات التنفيذ دي عاملة ازاي وتأسير دي على بقت ازاي فالمنتر ريسك مهم باي مونترينج حاجة اسمها ريسك ريزيجول او ريزيجول ريسك ريزيجول لو انا بس بنشتغل وبنقول والله الايتم ده اداني سكور ريزيجول اداني مسلا خمسة وسبعين فانا هشتغل عديد طول السنة والهدف لنا انا الزيلو فبنشوف بقى ريزيجول هل الخمسة وسبعين دي وصلت لبقت عشرين ولا ولا بقت تمانين ده ريزيجول فعشان كده نيجي للقوانتاتياتف والقوانتاتياتف تكنيك واتفعنا خلاص للقوانتاتياتف ده انت بتحاول تأسين الابجيكت ازا مجرابل values كمان بتحاول تعمل الاسيسمنت لاني بوتينشيال ويست والقواليتاتف هو مين لي بيبقى سيناريو بيزد وبيبقى ما بيطلعش ارقام انت مجارد سيناريو وبتقول والله التاني لأ انا بطلع ارقام على وبقول بناء على الارقام دي بقول والله القيمة دي بتبقى والقيمة دي بتبقى اه لو الكواليتاتف التفقنا ان الهدف من الكواليتاتف في النهاية لانت مش ما بيدكش فرصة للتحليل قوي لكن هو بيديك فرصة اه تو ايدنتفاي الموست بيسك نيد موست او موغ ديتيلس اه وبالتالي الموغ ديتيلس دي موهمة عشان تقدر تصمم الاكشن فلان المناسبة للريسك افكت او الريسك امباكت. ففي تو سيمبل ميسود بنستخدمهم في فيه ميسود مشهور اسمها كيس وفيه ميسود اسمها بروبابيليتي عند امباكت. الكيس ده اللي هو اختصال لكيبت سوبر سيمبل والبروبابيليتي عند امباكت مشهول اللي انت بتحط التو براميتر ده احتمالية حيثوصي الريسك وتأثير الريسك وتدوابهم في بعض. فلو هنيجي نعمل جدول مثلا. اه ونقول والله هنا يعني رأسيا هنقول وافقيا هنقول تمام? ونقول والله من واحد لربعة يعني لو هنقول مثلا واحد اتنين تلاتة اربعة وبالعرض نعمل واحد اتنين تلاتة اربعة. ونقول والله واحد دي يعني معناها ان البربابيليتي اللي حدوث الريسك ده والتو دي اللي هي ممكن نقول يعني يعني وثلاثة دي اللي هي واربعة ده اللي هو والمست ديلي. والامباكت هنا ممكن نقول واحد ده يبقى اه امباكت واتنين مودريت امباكت وثلاثة واربعة ده كاتستروفك امباكت اللي هو ممكن يقدي الى وفاة وتدرب في بعضو. فهتلاقي دايما اله السكور اللي هو اربعة فاربعة واربعة فثلاثة هو ده اللي بيديك والسكورات اللي هي اه تحت دول بيديك ميديام اللي هي اتنين في ثلاثة واثنين في اثنين والسكور اللي هو واحد في اتنين ده بيديه كلو ريسك. اللي هو الكواليتيتف ريسك ده احنا بنستخدمه ازا سباحي سيرفير لما بنجي نكتب ريبورت يعني لو فيه منكم كان جاله سباحي عندكم دايما في نهاية الزيارة بيبقى فيه حاجة اسمها اكزيت ريبورت. فانا مثلا لما باجه اعمل اكزيت ريبورت حتى السيستم بتاع السيرفير لما باجه اختار حاجة اسمها انتو عارفين في الاكزيت ريبورت احنا دايما نقول والباقي باقية الفايندينجز انت هتشوفها في بيبورت النهائي لما يجي لك. ففي نقطة من الحاجات حتى المهمة جدا لأي مقيم في سباحي اللي هو ازاي يختار السيجنيفكينت فايندينجز عشان كده هم حطوا طول في السيستم اللي انت لما تيجد اقول والله ان النقطة دي انا شايفها اذا مقيم شايفها سيجنيفكينت فبيظهر لك الريسك اسيسمينت ده البروبابيليتي عندي امبكت ولازم انا كمقايم اختار اختار السكور فلو انا مثلا اخترت والله لا انا مش افتعاش كتير اخترت البروبابيليتي اتنين والامبكت شفته مثلا والله لا تلاتة حتلاق السيستم يقفل علي ما يدنيش ده اسنوة سيجنيفكينت ما ينفعش تقوله في الريبورت اللي هو اثناء وجودك في المستشفى فده طول مهم اللي هو البروبابيليتي عندي امبكت. ده خلاص اللي هو الكيبيت سوبر سيمبل بس عشان اختصار كيبيت سوبر سيمبل ساعات بنعملها اوان دايمنشا للتكنيك يعني نقول والله بنحط كده سكيل ونقول ده هاي ريسك في هاي ريسك ميديام لو وفري لو بس وتبدأ تحط الريسك على البرامتة اللي انت حطتها دي وتبقى في سيمبل يعني طبعا ده ايزي مش محتاج تيم يعني مور اكسperience في ريسك اسيسمنت لكن هو طبعا يفتقد للتفاصيل وطبعا صرف سبجيكتف والبروبابيليتي عندي امبكت احنا شرحناه خلاص ده يعني مثال في جوزي هنا مهم البروبابيليتي عندي امبكت اه 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 لو احنا مثلا هنتكلم على السلايز دي اه هي السلايز دي كبيرة بتكلم على ريسك اسيسمنت كله فبنقول والله انا عندي هنا ستيبس بعملها في الامرجنسي منجمنت بلان اللي انا رقم واحد اللي انا الاول زي ما اتفقنا احط اه سيتاب او سيتاب السكوب. والله حاطيت السكوب بتاع اللي انا ببدأ اشوف او 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 ريسك. وبعد كده انتقلت الخطوة اللي بعدية ده بدأت اعمله. اه مسلا بي اللي انا عملت في الاول لوحدي وبعد جده عاتي مع اناقشه. عشان خلاص اللي هو وعملت التلاتة اللي هي وهنا استخدمه هنا اللي هو اللي هو على الامباكت بس. وآآ اربعة عملوا وخمسة او اكشن بلان. آآ في كل مرحلة اه بالهدف منها اللي انت يكون عندك في النهاية اللي هو امرجنسي مانجمينت بلانينج جايد. اه شبه التاني بس اتفقنا اللي هو على القام بقى خلاص. احنا بنتعامل المحاصلة النهائية لازم اطلع بعقام مش بطلع بهاي ولو ميديا والكلام ده. انا بطلع بعقام. آآ فالكوانتاتيتيف ريسك اسيسمينت هو انا باخد بقى الهدف منه الاساسي اللي انت بتاخد الهاي ريسك او الهاي او الهاي امباكت بيسك اللي انت طلعتهم بالكوانتاتيتيف وتبدأ تحولهم الارقام وتبدأ بناء على القيم دي تقسمهم برضو تاني ترجع تقول والله دي الارقام العالية دي ايه اللي اشتغل عليها بسرعة والارقام الارقام المتوسطة ممكن احطها في الاعتبار والارقام اللي هيه او الاجنورت خلاص. آآ وده يعني آآ يعني مهمة في البزنس فليتت ايشوز ليه لانك انت ما تضعش يعني لما ديك تعمل ريسك اسيسمينت او ريسك ممكن تلاقي كل منشاة عن ده مثلا مور زان وان هندرد ما ينفعش تشتغل عليهم كلهم فبالتالي كوانتاتيتيف مهم عشان التحديد الاولويات للبراتراليزيشن وتقدر لانت تشتغل على المست هاي امباكت والهاي بايورتي ايتمز وفيه كزا تول ممكن استخدمه عشان نشتغل بالكوانتاتيتيف ريسك ده. آآ فالهدف النهائي من من الكوانتاتيتيف ريسك اللي انت تحول الكوانتاتيف اللي هو كان بروبيبيلتي وامباكت تحوله لميجرز. فيه تولز كتير ممكن نستخدمها في الكوانتاتيف اللي هم دول السبع مشرويين اللي هو الهيريستيك والشري استيميت الديسيجن تريي اناليسيز والاكسبكتت موناتري فاليو المونتكالو اناليسيز والفيميا او اللي هي الفولت تريي اناليسيز ان فيلير موت افكت اناليسيز. لو اناخد نقطة نقطة الهيريستيك آآ من معناها الهيريستيك دي اللي هي التعلم بالخبرة آآ من فهنا ده آآ ممكن آآ يستخدموها آآ في الاوقات اللي هي الاوقات اللي هي بيسموها ديسبرت تايم نيدا ديسبرت ديسيجن اللي هو الاوقات الخلاص بقى الخطيرة آآ مفيش وقت فلازم اخد الديسيجن بسرعة فهنا آآ بتديني شورت تام سيليوشن بيادر اللي هو بيسينك فاعمل مينتل شورت كات و سبيد اوب زا ديسيجن ميكين بروسوس آآ الهيريستيك آآ سيمبل صراحة و آآ وبتخلي القائد ياخد ديسيجن بس العبها ان الديسيجن ده ساعات آآ مايبقاش آآ بناء على معلومات كاملة عشان كده بيعتمد دايما على الخبرة و افتكر اللي كلنا واجهنا الهيريستيك ميفود دي مع 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 الكوفيد آآ اللي فيه ديسيجن لازم يتاخد دلوقتي وانت 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 اللي في موقف في موقف القيادة فلازم تاخد الديسيجن بناء على خبرتك في التعامل مع السيميلر آآ وهنا لو حنقول الهيريستيك ميسودز انت ممكن تقول ايه هو الامشور في الاوربريك انفستيجيشن اللي هي الانت بتعملها في الاوربريك مانجمينت قبل ما تكون عندك الفول بيكتشور آآ فيه بعد كده ده نوع من الواقه الكوانتياتي بريسك اسيسمينت السوي بوينت استيميت وده تكنيك بتستخدمه عشان تحط تلاتة سينابيو تقول والله ده السينابيو المتفائل وده السينابيو الممكن يحصل او دايما مست بروبابل هو ده اللي هيحصل وده السينابيو المتشائم فتقول والله وده والله مست لايكلي استيميت وده وده وتبدأ ترسم الكواني على السينابيو ده وتشوف اللي هتحصل موجودة او بتاع الايفنس ده هيتحط في اني منطقة يعني وده بيحدد البست استيميت يعني ساعات انت بتبقى متشائم بزيادة وتلاقي لا السينابيو مش كده يعني ساعات في تقول انا متشائم ان الكيرف بتاع هيبقى بالشكل ده وتلاقي لا في الحالات الحقيقية وانت بتجمع حالتك هتلاقي لا ممكن يكون انت كنت متشائم شوي فيه فيه decision tree analysis والdecision tree analysis من الدياجرامي اللي انتو شايفينه هو الغرض منه اللي انت تشوف الconsequence او الimplication او الافكت بتاع اي اكشن انت تتخده با اي choosing action والalternative بتاع ايه؟ فتقول والله انا في الoutbreak مثلا في ال initial control measures انا ممكن اوصل ان انا امنع الزيارات عن الوحدة دي ما بقاش في زيارات انا عندي outbreak وعندي مثلا six patient ولازم امنع اعمل ممكن ان تحطه مثلا والله انا منع الزيارات طب ايه بتاع منع الزيارات والله الجزء الايجابي اللي هو ممكن الجزء الايجابي هنا اللي انا هيديني مثلا امكانية للتحكم في انتشار الباسوجن ده الجزء السلبي اللي هيخلق مشاكل مع المرضى ومع الاقارب المرضى مثلا وهيتعكي فيها ممكن الجزء تاني اللي هو بيحصل لك له patient satisfaction انسقه والشكاورة تبدأ تظهر المنعين الزيارات ممكن الاكشن التاني اللي انا والله ايو الكهورت اللي هما working في الاريا دي نفس الكلام برضو والله فيه جزء ايجابي مفيد وفيه جزء سلبي اللي انا مثلا ده والله فيه جزء ايجابي جدا اللي انا فبالتالي ما عنديش خلاص لكن في نفس الوقت الجزء السلبي انا لو انا جاي انا بكلامكم من قطاع خاصة الجزء السلبي طبعا ما يبقى عليه financial impact في private sector فده جزء السلبي بتاعه فالدسيجن تبيه analysis مهم لان انت بتستخدمه وانت بتحلل الaction measures بتاعتك عشان تعرضها لصاحب الكار في المنشأة عشان تسهل عليه اتخاذ الكار براعا على المعطيات اللي انت وانالس من شكله كده من ده هو method انت بتحاول تحاول كل نقطة في بتحاول تشوف تأسيره المالي فنقول والله المسود دي هي بنستخدمها عشان وانت هو ما بنستخدمهاش احنا احنا قوي في شغلنا هما بيستخدموها للناس اللي هما بتوع وخصوصا المشايا الانشائية اكتر يعني عشان يقدر هو يعمل زي يعني يعمل احتياطي مالي للطوارق لو هو بيبني مشروع يعني وفي نفس الوقت يحافظ على اللي هو عملها معدلات تنفيذ المشروع حسب الخطة اللي هي موضوع فبنقول والله هنا بسك نمبر ون ده الاحتمالية تحدوثه عشرة في المية وتأثيره لو حصل ايه اللي هو هيخصرني اربع تلاف دولار فهنا بندربهم نقول والله لا هيخصرني اربع تلاف دولار فماينس اربع تلاف عشرة في المية من الاربع تلاف يبقى هيبقى يبقى الريسك ده لو حصل باحتمالية حدوثه حتخصرني اربع مية دولار اللي بعديه الريسك اللي بعديه تلاتين في المية وتأثير الريسك ده يبقى الريسك ده لو حصل هيخصرني تلتمية وتبدأ تحسب كل كل كده تحسبه بفلوس وتقوله الله هتخصرني مثلا هنا هتخصرني الف ومية دولار هل بنستخدمه في شغلنا لا اظن نادر جدا نستخدمه لكن اللي بستخدمه اكتر يعني بيستخدمه اكتر عشان يحولوا القيم الى يعني فدي طبعا بتشجع جدا صاحب القراء على اتخاذ اكتر عشان اكتر عشان اكتر عشان اه اه هو في شبه من الاتنين بقى في شبه من ال مع ال يعني بتستخدم بتستخدم بس بتبدأ كل نقطة بتحدد برضو و لكل نقطة والله في السيناريو الاكشل تفقلا انا اصف قد كده وا خلص في التوئيد ده وفي السيناريو اللي هو وا خلص في هذا التوئيد وهنا �دفع أنا متشاهم جدا انا اصف قد كده وهخلص في التوئيد ده فهنا حتى على الاطا initi jong ده والله هنا ده igi coup of the risk وده وبنبدأ نقول للا، هنا هنا chance of success اكتر لو انا اشتغلت في المحلة زمنية دي واحتملات حدوث الريسك تبقى اولئيلة يعني وهنا والله هنا فيه ريسك لو وصلت للنقطة دي عيبه فيه ريسك طبعا للبوجت المخصصة للمشروع ولو وصلت للطرف خلاص او في النهاية الجراف ده انا كده فيه ريسك للبيزنس اه اوفر اولي. نيجي برضو لاخر تولس اه ممكن نستخدمهم اللي هما والسينس تيفتي اناليسز والفالي امود والفولت تري. السينس تيفتي اناليسز انت يعني هو برضو سيمبل انت بنغبط منه اللي انت تحدد الموست ريسك والموست البيتست اه امبكت على البروجيكت او على البروزس اللي عندك. فاللي هو الهيست ريسك خلاص. لما ديكي تعمل ريسك اناليسز ممكن تعمل سينس تيفتي اناليسز. تقول والله انا عملت ريسك اناليسز بتاعي واسألك وقولك طب ايه هو الهيست ريسك انا كمنشأة اي موط ايبل تديل مع امينو كومبرمايز بشان ات اول. فده الهيست ريسك بتاعي. اه الهيست ريسك اناليسز. ده نوع من انواع انت بتستخدمه انت معندكش مشكلة مع معظم التولز الابريكيدة معظم التعامل مع ريسك الابريكيدة بيبقى عندك اه سابق معرفة او سابق مواجهة او سابق بتخليك تبدأ تشتغل يعني دايما تقول والله ريسك اوف الابسي ريسك اوف كاوتي ريسك اوف اس اس ااي ريسك اوف اه مسلا اسينيتو باكتر اه امارس ايج لابسييلا ايكولايوس انسو اون ريسك اوف كوفيد تي بي اميرس ايبولا كل ده كل ده انت عملت معاه فانت عندك سابق معاه فالفلير مود افكتيب انالسيز لا انت معندكش مشكلة اساسا اه بس انت بتحاول اللي انت يعني تختارك المستقبل تتوقع المستقبل تتوقع الفلير اللي ممكن يحصل في البروزيس اللي هي اصلا ما عندكش كام مشكلة فبتبدأ اه يعني تجهز تيم وتيم ده المفروض اللي هو كل ما هو له علاقة بالبروزيس دي وتبدأ تعمل بردو داتا اناليسيز وتبدأ تحدد الريسك اه بناعا على اه براميتر يعني البراميتر معينة هقول لك عليها وبعدين تبدأ تحط النامبرز والمتيجيشن والا والا افكت الافكتيف انالسيز بقى المتيجيشن دي هلا هي كانت افكت ولا لأ ولا واللي يكون مسلا انت كمنشاة صحية عمرك في حياتك ما ما كان عندك اي للكوتي خالص اتقول اه بس انت اه قلت انا هشتغل فلير مود افكتيب انالسيز عشان اشوف اشوف اللي ممكن يحصل لاي مريض هيتفكب له اصطرابة ولاية في المنشاة عندي اللي هي اصلا ما عنديش فيها مشكلة فتبدأ بقى تحط بقى ايه بتاعتك تقول والله ايه احتمالية حدوس الاول وقم واحد بعد ما بتكون وتعمل بتعمل حاجة هنا في بتعمل يعني بتفسم كده لاي مريض هيخش ويتركب له ويتركب له وبعدين في كل ستيب دي تبدأ تقيس الفلير اللي ممكن يحصل فهنا تقول البرامتر بتاعتي ايه والله ايه هو الحدوس الفلير ده ايه هو الامباكت بتاع الفلير ده لو حصل ويه ايه هو قدرتي انا كسيستم او كتيم اللي انا تو دي تكت الفلير ده لو حصل هنقول بروبابيليتي وامباكت ودي تكتابيليتي وبرضو بتحولوا الارقام والله انا احتمالية حدوث الفلير في الهستيب دي من واحد لخمسة ممكن نقول اربعة او تلاتة والله الايمباكت لو حصل الفلير ده ممكن يكون اه اربعة والدي تكتابيليتي انا قدرتي على على الاكتشاف الفلير ده لو حصل ممكن تكون واحد ما عنديش قدرة اكتشفوه متأخد وابدأ اه اه اطلب وطلع ارقام اللي هي ريسك باردو نامبر وبناء على الاساسمنت لكل ستيب كده وارقامك اللي بتطلحها بتعمل باردو ربريتاريزيشن وتشوف المصده هاي ريسك وتبدأ تشتغل عليها كماتيكيشن بلان وفكتر انالسيس الفلير مود افكتر انالسيس من الحاجات الممتعة جدا اللي ممكن تشتغلها لأي ستيب عندنا في ممكن حتى تشتغلها في لو انت معندكش يعني تقول تحط وتقسمها وتشوف اللي ممكن يحصل في كل فتشتغل عليها قبل ما تكون عندك بالنهاية سهل بسيط سريع بس طبعا في عيب اللي هو سبجيكتف لانك انت بتقول هاي ميديم لو ببنان على الاستيميشن بتاعك انت ببنان على خبرتك لكن طبعا هو اوبشنال هو اوبجيكتف مو عند بيطلع لك مو ديتيلز وكمان بيحتاج مو تايم عشان تجمع الداتا وكمان مو كومبلكس في بعض الناس بتشتغل ده وفي بعض الناس بتشتغل ده وفي بعض الناس بتشتغل اثنين مع بعض قبل ما انتقل للجوزي التاني ها وعيكو بس اكزامبل ليه ريسك اساسمنت اللي احنا بنستخدمه في الانفكشن كونترول وعايز هنا نقول هل الريسك ده الريسك اساسمنت اكسرسايز ده انتو شايفينه كده هل ده كوانتاتيتيف ولا كواليتيتيف ولا بوس حتى هنتكلم عادي شايفينه ايه 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 حدش اه حد يفتح ده ايه كواليتيتيف كواليتيتيف اوكي طيب اه حد عنده رايتين نعم بوس بوس كويس اه طب اللي قال كواليتيتيف قال لي كواليتيتيف طيب اللي قال lindo كواليتيتيت بعد انكم اقول لي كواليتيتيت دكتور المثال مش صارحة ولا هو هادا الشاي لا predictable لّ nosotros عندكم المثال لا طب استلنا کده اه اه اายكب انا عطة طيب كده ظاهر نعم كده الله الله يعافيك طيب انتوا شايفين ده والا والا ماشي في ناس بطول طيب اللي بيقول ممكن يقولي لي تمام اللي هو كان بي مجرد واللي بوث ماشي بص المثال ده المثال ده على كده الاجزامبل كده هو لان انا حطيت وال حطيت الارقام بتاعتي ها حطيت وبعد كده حولتها الارقام واحد اثنين ترسة ربعة خمسة واحد اثنين ترسة ربعة خمسة وبعدين حطيت هنا وخلاص وهطلع على سكول بتاعي طيب لو انت كملت كده انت كونتيتف لكن في خطوة تانية ممكن تعملها بعد ما تشتغل كونتيتف بتعملها كوالتيتف برضو لانت تاخد الارقام العالية وتروح ايه محولها بقى تقول والله انا الرقم من واحد لعشر ده له ريسك ومن حداشر لابعة وشرين ده مودرت ومن خمسة وعشرين لده لأربعة وسبعين ده هاي ومن خمسة وسبعين لما خمسة وعشرين ده هايست فانت كده الجزء ده كده اصبح ايه كوالتيتف فكده اصبح برض لكن لو انا ما حطيتش الجزء الاخير ده هو كوانتيتف بس انا طلعت الارقام لكن ترتيبك للارقام والانتربريتيش متاع الارقام ده اللي انت تعملها لانظر كاتجري هاي مودرت ولو مسلا ده كده كوانتيتف طيب الانفكشن كونترول ريسك اساسمت اللي بنستخدمه احنا بنستخدمه اللي بنستخدمه عندنا في شغلنا دايما هو البوث لانا انت ماينفعش نحن نستخدمه ونطلع ارقام ونقف احنا لازم برضو نحاول الارقام دي لليجند لو وانترميديات وهي وهنا مسلا هناخد 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 حاجة واحدة بس لو هناخد مسلا وليكن ناخد اول واحدة ونقول والله عندي في المنشآة قد ايه والله نقول وهنا يعني العرف الجرى كده نقول والله دي يعني يعني ايه انا عمي عمي في المستشفى مقابلت حالة اه او او اي او اي سطاف عندي اتقول طول السنة الماضية فممكن اقوله هنا واحد والله يا ريب دي اه حصلت مرة في السنة اه فممكن اقول اتنين اه ميبي والله حصلت اه بتحصل مرة كل شهر فاقول ثلاثة بتحصل مرة كل اسبوع فاقول اربعة بتحصل مرة كل يوم فاقول خمس فبناء على البردو البردو والبردو البردو او الارقام اللي عندك في المنشآة تبدأ تحط الارقام فمسلا نقول ثلاثة طب الامباكت بتاعتبيه على المنشآة وعلى المريض وعلى الهيلث كير ممكن نقول تلاثة والله انا هلا انا عندي سولد سيستم عندي كل شيء عندي مشاكل كتير او عندي وعندي مشاكل لسه في ما اكتملش ابقى تلاتة بور ده يعني انا ما عنديش حاجة خالص الا يا دوبك عملت وما فيش اي حاجة ولا ولا اصلا بدأ ابقى اربعة انا ما عنديش اي شيء يعني زي مثلا انا ما كانش عندنا محظمنا اي شيء ما عنديش اصلا للتعامل فاحنا خمسة وندرب ونطلع بتاعنا ونبدأ نعمل ونطلع واضحة نخش للجزء اللي بعد كده اللي هو اثناء او وهنا لأيه الغبض من اللي انت يكون عندك سواء كانت بداخل المنشأة او من المنشأة للجهات الخارجية رقم واحد اللي انت لازم تبني علاقة من الشفافية ومن الثقة ما بين المتلقي او سوي ما بين وما بين ما بين اللي بيرسل المعلومة وما بين المتلقي المعلومة فالترانسبرانسي والتراست مهم جدا اثناء لانه بيقلل الوقت المخصص للتحقق من المعلومة فبالتالي بيصدع من عملية اتخاذ القرار فدوينج الاؤتبريك التايملي والترانسبرانت كومينيكيشن ده بيبني فعلا مساحة من الثقة وكمان بيامباور البابليك او اللي هم ياخدو ساعات لازم نعترف في بعض اوقات الاوتبريك بما عندك انسيرتيني من حجم وتأسير الاوتبريك ده فكده شوينج الامباثي كروشيال طبعا عشان تقدر لانت تبني مساحة من الثقة الثقة دي بتبنى عن لو منشاعة مثلا بتبلغ دايما الاوتبريك بلاتفورم ففي مساحة من الثقة ما بين المنشأة دي وما بين التيم المسؤول عن الاوتبريك مثلا في المدرية اللي هو المعلومة واضحة وسريعة وفي وقت معين والاكشن بلان كامل وواضح فبالتالي دور البابليك والسرورة اللي هو يساعد دور الاوتبريك منتيم اللي هو يساعد ويتحقق من تنفيذ خطة التصحيح دي مع المنشأة وليس الغرض منه اللقابة او العقابية جزء مهم جدا من او من انت تكون رسالتك واضحة معلوماتك واضحة مكاملة ما فيش حاجة نقصة لما تيجي تبلغ اللي انت عندك في المنشأة لازم تكمل كل البيانات اللي هي علاقة بالاوتبريك عشان تمنع المس اللي ممكن يحصل تمنع المس اللي ممكن تحصل او سوق الفهم اللي ممكن يقدي لقرات خطئة مهم عشان كمان بيساعد اللي انا اخد المساعدة الصحيحة من الموجودين في في المدرية في لما يكون عندهم هم كمان المعلومة كاملة وواضحة هيضر يوجهوني او يساعدوني في الاكتر لان لان كده في اللي انت تيكون عندك ودي اللي هي لازم يكون بتاعتك فليكسبل لان انت ما يبقاش يعني يعني هنقولي ايه لان احنا بنبقى في ما نبقاش متعصبين جدا لقراءنا الاولية في يعني لازم يكون عندنا مساحة من الفلكسابلليتي اللي انا اقدر اغير واتطور مع عشان احافظ على يعني في بعض الاوقات وانت بتشتغل في اللي انت ويكون حد تكبير ويكون عندك معلومة اساسية او مبدأ اللي هو وبعدين لما بتبدأ الداة تظهر يطلع لك معلومات اكتر تكتشف اللي انت ممكن يكون بدايتك غلط اصلا ما تتعصبش رأيك وممكن احنا نعدل خلص الخطة كلها بناء على المعطيات الجديدة اللي بتزهر فلازم تكون عشان تقدر المهم ده مهم جدا لانه بيديهم احساس بال وبيديهم احساس اللي هما بيدي اولا مساحة منصقها بيمنع بيمنع وكمان بيشجع من وده شهير في الكوفيد الكوفيد كان عندنا دايما معلومات بتطلع من المتحدث باسمي وزارة الصحة كان بيقلل بعداد الاصابات والتوعية والرسائل فالمعلومات دي كلها كانت بتطمن على البروصص يعني ما كانش فيه الخوف المبرر مثلا الخوف الغير مبرر منع الاشاعات يعني الكثير من الاوقات بيمنع الاشاعات وبيمنع المس بيليفز المس بيليفز المس بيليفز مثلا المس بيليفز زي كولستيديم ديفسيل او البوتيليزم اللي حصل قريب لما الافكتف كومينيكيشن والتايملي كومينيكيشن اللي حصل مع الجمهور بالمصدر والمطعم ده قد مساحة من الامان فالناس يعني بتقلل دايما من البانيك اللي ممكن يحصل في حالات لو هنتكلم على مستوى المنشاة الصحية لما بشرت مسلا مدير المستشفى والمدير الاداري والحر والفايننس والسابلاي 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 والأقسام لما بشرت الناس دي في المعلومات اللي معايا بقلل برضو يعني وبقلل زي الممكن تخسل جولمون شاء اسلامت عندكم في كذا يونت لا فانتو عارفين في اي دايما في مساحة من الاشاعات فانتو بتشتغل والإفكتف كومينيكيشن ده بيمنع كزي كبير من الموضوع وبعدين في جزء تاني يعني دايما في انت بيبع عندك خبرة من وممكن تناقش الكيس دي والكيس دي بعد حتى انت ممكن تناقش ده كله عشان تحسن من المستشفى عشان بعد كده يكون عندك مور امباكتفل وطارجت اكشن بلان في سامل اوتبريك لو انا مسلا في واجهت مسلا من شهر كده واجهت مسلا في البيبل في واشتغلنا وتعملنا وخلاص وحصل وانتهى المفروض ده ما يتحطش في الدرجة لا الريبورت ده المفروض اللي هو يتعمل له ميتنج في او يعمل ويادع فيه اللي هما ويبدأ يناقش ويطلع بدروس مستفادة ومهمة او فيها عشان تحسن من في المستقبل في برضو حاجة مهمة في اللي هو بيخليك مستعدة اكتر عندك مرونة وعندك استعداد اكتر ففي ازاي اقدر ابدني مرونة دي وكم واحد اللي انا الاول اعمل وهنا لازم انت تبدأ تعمل يعني اوارنس كامبين للهيلسكيب وده بيسلح الناس بالمعلومة الصحيحة اللي هما يبحارفين يعني ايه هو ايه هو ايه هو ايه هو مبين في التلقي الاقتراحات اللي موجودة من الموجودين في مهم جدا والانشيات اللي ممكن يحصل من الهيلسكيب مهم لو على مستوى برضو اللي انت تستمع للاقتراحات ويبقى عندك مرونة في تعديل ده شيء مهم عشان تبي مو ادابت لل وبعدين ازاي اللي انت تقدر تحافظ على تحسينها وتخليها يعني ماينفرش ان انا حسينها وقف وبعد كده ترجع تاني للنقطة صفر خلاص انا عديت للمحالة لكن انا طلقت بفوائد اللي انا عندي ده بيأسس يعني لو هنتكلم على مستوى المنشأة جزء مهم جدا من يعني بروسس انهي الكومينيكيش اللي بتبدأ من اللاب والكومينيكيشن اللي بتبدأ من الهيلسكي في اليونت اللي هي ممكن اصلا يبلغوك باحتمالية وجود في اليونت قبل ما انت يكون عندك معلومات كافية فازاي تصمم واللي يكن اللاب عنده حاجة اسمها اللي هي مسلا مش عالي كوتاسيوم عالي عنده مشكلة ازاي اللي أنا قدري حطه طب والله طب ما نحطيلي في حطيلي في اي بوسط في طب هتبلغلي ازاي اتبلغها الانفكشن كونترول 24 تبلغها باي فون باي ميل باي تبلغ تبلغ عشان طب انت طلعت بالجروس المستفادة دي هل بعد ما الاول بيك انتهي هل السياسة دي بتاعت البيانيك رزل دي توقفها لا اكمل بيه خلاص انا طلعت بحاجة جديدة من الاول اكمل بيه وده سستينة بال كومينيكيشن في بعض الكيس ستاديز اللي بتوريك يعني اهمية الكومينيكيشن في الاول بريك زي مثلا الايبول الاول بريك ريسبونس ما حصلت في وسط افريكا في 2013 و14 كانت في لايبيريا واعتقد جزء من الكاميرون وكان هنا الكميونيوني في وسط افريكا كان قدروا اللي هما يعني وهم قضاء الهناك في وده عمل دور مهم جدا في اللي هو يعني يواجه الخرافات والميس كونسيبشن اثناء التعامل مع دي لان كانت في البداية قالوا اللي دي يعني يعني افتكر يعني على ما اتذكر اللي كانت اول حالة حصل في لايبيريا كان في واحدة جاية كانت بتزور حد متوفي وبعد كده واحد الكاميرون فقالوا طلعت اللي هي في اللوكل زي قالوا اللي دي قبيلة ملعونة يعني دي الخرافات ده انت زي تقدر تتعامل مع الخرافات دي والانترناشنال ساعتها بدأ طبعا الانترناشنال زي ال ساعتها قدرت اللي هي تعمل يعني عدى حدود الدول دي كلها والمعلومة كانت واضحة لل وده يدر يوصل وده والدروس المستفادة ساعتها من 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 الابولا كنفرم ال امبورتنس وف كوميونيتي ترست الكالشور سنستيفتي واحترامها وازاي تدر تتعامل مع الميث و و ت هاف ان ادابتف كوميونيكيشن في الكوفيد ناينتين احنا اتكلمنا في الكوفيد ناينتين حتى اتكلمنا على مستوى المملكة بس على كجلوبل الكوفيد بانديميك ساعتها تلقنا بدروس مستفادة ان العالم قائمة صغيرة وما فيش دولة تقدر تتعامل مع مع بانديميك فكان ساعتها الغلطة او مش الغلطة الملاحظة اللي حصلت ان الكوفيد الصين في نوفمبر 2019 وكان الصين كان عندها اعتقاد اللي هي شي يعني الصين كان عندها اعتقاد اللي هما زي من غير المساعدة فكانت عادنا فترة طويلة ما كانش عندنا كان عندنا لكوفيد وبعدين بدأت تزغل الحالات وتنتشر على مستوى العالم وده على مستوى الكوفيد الارضية لان لما بتحصل في دولة في الغالب هتنتشر عشان كده لازم مشاركة المعلومات دي مهم في درس تاني طلعنا منه في الكوفيد في الموضوع الكومينيكيشن وهو طبعا الدجتال بلاتفورمز والدجتال كومينيكيشن والإنوفيشن الرهيب اللي حصل في الموضوع ده لما نفتكر حتى على مستوى المملكة لما كل الأولاد انتقلوا للأولاد بلاتفورمز زي كلاسيرا مثلا وبدأ الانلاين سكولز تشتغل وحتى ده الامباكت بتاعه كان مهم جدا اللي هو الانلاين كورسز والانلاين كان شيء قبل الكوفيد وبقى شيء بعد الكوفيد التطور وتم الاعتراف بيه على مستوى دول كتير وبقى شيء أساسي دلوقتي عكس كان زمان معا كان سمعته مش قد كده كمان الجزء اللي علاقة بالزوم والويبكس اللي احنا حتى شغالين عليه ده دلوقتي ما كناش ساعتها يعني قوي فيه قبل الكوفيد عكس دلوقتي الموضوع بقى سهل بقى ايام الكوفيد انتقلنا كلنا نعمل الميتين عن طريق زوم وبقى كان فليكسابل جدا للناس وكان تقدر تجمع الناس كلهم في برغم ده يعني اولا سهل انتقال المعلومة بطريقة بطريقة سريعة جدا وكان بيدي كبير للمعلومات حتى معظمنا حتى الان بعد الكوفيد مكملين في مكملين في اللي احنا نعمل يعني مسلا احنا عندنا وقت دي وعايزين ندي لعدد كبير من الناس فكنا زمان بناخد اوقات ونحدث قاعات ودلوقتي لقى الزوم بها اسهل اللي انت توصل لعدد كبير وتوصل للمعلومة بسرعة اه طبعا والريسك الكمنيكيشن استراتيجيز والريسك الكمنيكيشن استراتيجيز دي لا يازم اللي هي تحدد وادريس زي اللي تقابلت ايام الكوفيد اللي هو في بدايات الكوفيد الفكسين والخوف من الفكسين وكان في ناس كتير وكان ده كمان وكان ده وكان ده وده مؤخرا كان في امريكا كان حوالي 43 حالة حصلوا وكان برضو الدروس المستفادة ان هم ادوا اللي هم يعني يتعلموا اللي هم يواجهوا يعملوا حاجة اسمها موجهة الناس معينة هم عندهم عندهم اللي هم اللي هم عندهم الحق اللي هو اللي هو انا حق الدستور انا عندي حرية اللي انا ارفض الفكسين بناء على فبالتالي في عندهم نسبة التخصية التخطية بتاعة بتاع الممار فكسين قليلة جدا في بعض ال عكس في المملكة المملكة 99% طيبا احنا كلنا واضحين الممار والمملكة للفكسين عشان اقدر يعني اواجه المس المملكة اللي هي علاقة بالفكسين كمان ادروا اللي هم يشتغلوا على ويزودوا وطبعا اتشاركوا مع في اللي هي العملات التوعوية للمجتمع هنيجي لي اخر جزء في المحاضرة اللي هو احنا ازاي نعمل الاوتبريك انوال ريبورت واقي اوتبريك ريبورت لما ديكي تعمل انا سواء انا انا اخذ الاكزامبل بتعالجيد اي بي سي في المحاضرة لكن لما نجي نتكلم مثلا انت هتعمل اوتبريك ريبورت في المستشفى عندك فالاوتبريك ريبورت لازم يكون عندك يعني لازم تشتغل عليهم تشتغل على كل النقطة في رقم واحد دا وبتدي اوفرديو على الريبورت وايه الريبورت وايه الريبورت دا الريبورت انت هنا في البيكراون اللي هي الدومين التاني انت هنا بتقدر توصف شوية اللي حصلت وعلى مدار السنة وايه هي الاريا اللي هي يعني الافكتد اريا والافكتد ويال اللي حصلت في كل الابديميلايشكال داتا وهنا الجزء اللي هو الشغل الاساسي فقال انا بقى ببدأ احط والجراف والابديميك وابدأ هنا احدد يعني زي والنمبر والنمبر والجرافكس والجرافكال هنا انت بالجزء دا في الدومين دا انت بتوصف وبتشرح المجرز اللي انت خدتها جوة المنشأة ده والا 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 اللي انت اشتغلت عليها وحسنتها وازاي اللي انت قدرت اللي انت تتواصل مع في المديرية والجرافكس خمسة هنا لازم بتتكلم فيه جزء في الدروس المستفادة اللي انت ايه هي اللي انت قبلتها اثناء اثناء ال ايه هي اللي فعلا فعلا اشتغلت يعني اللي هي كان وشفت اللي هي كان لها تأثير وايه هي اللي هي ما كانش لها اي تأثير وبالعكس كان يعني كان اكتر وايه هي اللي انت شايفه ممكن تشتغل عليه في المستقبل فدي الدروس المستفادة دي مهمة جدا عشان تطلع منها الخطوة رقم 6 اللي هي recommendation وهنا recommendation المبنية على الدروس المستفادة دي recommendation اللي بتحطها في نهاية و بتبدأ تقول دي recommendation اللي ممكن تحسن من ال وباسد على السنة اللي فاتت وفي النهاية سبع الconclusion وهنا الconclusion انت خلاص لازم لان انت في نهاية اي لازم بتاعك اي فالصمري بتاعك لازم بتاع الkey findings والأوت كم بتاع ال out break وهي هو ال importance of ongoing vigilance in public health وده كان اللي كان موجود في اللي صدر من قريبا يعني وحتى هنا بيتكلم على من سنة 2015 وحتى تشوفوا الالقام في زيادة وده شيء كويس لان هي كانت بدأت من 2015 بس على مستوى المملكة وده رقم يعتبق قليل جدا وبيديك دايما indication اللي في under reporting وبدأت الارقام تزيد مع الوقت لما وصلت لف 2021 وصلت ل 122 confirmed HRI outbreak فده شيء كويس لان هو يعني زي ما نقول confirmation اللي في تحسن كبير في outbreak detection وال reporting system على مستوى المنشآة الصحية وده من الحاجات يعني يعني لما بتزيد لان l'outbreak ده يعني ده روتين ده حاجة لازم هنشوفها ما فيش حاجة ما فيش مستشفى ولا منشآة صحية في الدنيا تقولك انا ما عنديش ده شيء طبيعي لازم هتشوفه ولازم تتعامل معا وطبعا في نهاية تكلموا على ويهي هي واكيد كان فيه سامري الكي بتاعي احنا بنيجي نتكلم على الجزء اللي هو لما نيجي نقول فهنا لازم تتكلم فيه على في المنشآة والله اليونت اللي تم حدوث فيها وكان ايه هو لا بيديك يعني مهم لانه لازم نشرح ايه هو الباسجن اللي هو مع الانتي ماركروبيا يعني نقول كان الانتي ماركروبيا ده وكان منتشر في مثلا في على المرضى مسلا اللي هما وكمان انا ايه هي الميسيدولوجي اف اه يعني وهي اللي تعملت عشان تنهانس الانتي بيروتك ستيوردشيب اه بروغرام جوه المنشآة وبعدين طبعا في جزء كبير عن انت تاخدو محاضرة عن ايه هي انت انت اشتغلتها اه لهم سواء خدتهم كلهم او يعني في حاجات ما اشتغلتش عليها بس لازم توضح كل انت اشتغلتها في جزء في البليبورت في انت هتاخدو محاضرة كاملة عنها هتلاقي دايما في نقطتين ليهم علاقة بال عشان احنا محاضرة بتتكلم شوية عال اول حاجة اللي انت داخلي وفي الخارجي فالداخلي انت خلاص لازم تبلغ جمع المنشأة المشتشفى عندهم وده مهم عشان لما تبلغهم باللي احنا عندنا وده المجلس اللي هشتغلها وده اللي انا محتاجها فبتاخد اللي انت اللي انت تشتغل بها وكمان تقدر لانت تحدد التعامل مع المصطف لان في بعض الاحيان انت في الاحيان انت يقول مع الاحيان اللي في الاحيان بس مش لازم اللي انت يعني تكومينيكات مع كل المستشفى وكمان بتحدد مين المسؤول تكومينيكات مع الاحيان وال الاحيان الاحيان مهمة لانك انت وانس اللي بقى عندك وبلغت الجوة المنشأة في نفس الوقت لازم تبلغ اللي هم عن طريق وده لازم يكون هنيجي على دي خلاص احنا اتكلمنا عليها بس خلينا خلينا وقف هنا كمان جزء من اللي هو خلينا نقف هنا بقود ونقول انا بلغت اللي هم كمان هبلغ لانه هحتاج منه شغل اكتر هحتاج منه وقت اكتر انا ممكن اسحب عينات اكتر فممكن هو يعدل من بتاع الاسطاف اللي عنده اللي انا هحتاج منه اللي احنا نجمع ندوع كمان انا ببلغ لو انا عندي وده بيحتاج يعني مسلا واستارتت الكهورت هنا في الفلور ده الوحدة بتاتي ما عندهاش المناسب لانا اعمل الكهورت العدد كبير من المرضى فابدأ انقل وفضي دول كامل من ال فده لازم تتبلغ اللي هما والادمشن اسموه اللي بيسموه الادمشن تيم والنيرسن تيم تتبلغ ناس كتير ونبدأ نشتغل عشان نفضي الوورد ده كومنيكيشن بقى مع الجهات الخارجية يعني وهنا حسب الاتريك مانجمين جايدلاينز وانس اللي انت خلاص ايدنتفائي زي ما اتفعنا اللي احنا فهنا هنبلغ وده اسبب على ده في خلال تمانية وربعين ساعة حسب ولازم يكون عندك يعني لازم تكون وليزن تبلغ خلال تمانية وربعين ساعة خصوصا لو عندك اول ما تكتشف في المنشعة عندك لو انت منشعة مسلا واول حالة تظهر لك فبالنسبة لك والأول انت شايف اللي هو او شاكك اللي هو يعني مثلا شاكك اللي ممكن يكون فيه معين هو يكون السبب وبالتالي ده عب مصنع لازم تبلغ بشكك ده لانهم ممكن يتواصلوا مثلا مع السعودي فو مور او لو انت شاكك اللي فيه مهينة او فبرضو لازم تبلغ لانه يكون السبب اياتروجينيك ده ممكن يكون عيب تشغيليا في المصنع ولو الاوتبريك انت شايف ان الاوتبريك ده اكبر من قدرتك كمنشاعة وكتيم لازم تبلغ برضو لانه ده الهدف من التبليغ طلب المساعدة في الاساس ودي النقطة دي يعني بنحاول نشتغالها على قد ما نقدر لان زي ما اتفقنا الكممينيكيشن بيبني مساحة من التوست بيبني مساحة من التوانس فبالتالي بيقالل شوية من والبانيك والمس بليف في جزء تاني في الكممينيكيشن اللي انت لو في بعض المستشفات عندها فعندهم اللي هما تفلاج البيشن وز فانت ده المستشفات اللي عندها لكن طبعا ما ما عنديش البيشن عادي على يعني فيه اللي هو عادي بنجيب كده بلون مثلا ونحط على الستيكر يعني نحط الستيكر ده على الفايل انا كده عملت فلاج برضو عادي فالفلاج مهم لانه هو نوع من انواع التنبيه ان البيشن عنده مدير وانا انا مهم بردو مهم برضو اثناء مثلا هنا لما بنجي نتعامل احنا مع احنا 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 دايما بنتواصل لو الحالة محتاجة بنتواصل طبعا مع الجهات الصحية في الموضوع ده ونبدأ ان احنا نجهز للدريكيت في الرياض فالكومنيكيشن مهم اللي انت بتبلغ بقى ده مهم عشان هما مهم 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 ما بين اللاب وما بين لانه مهم برضو ان اللاب يوضح للفيزيشن 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 والكومنيكيشن مهم ما بين الفيزيشن او لانه هو برضو مهم في حالات الميديكيشن المش متوفرة يعني انا دلوقتي عندي وليكن اللاب بعت القلشة وتواصل مع الفيزيشن ده وده وده وبعدين حصل تواصل ما بين والفارمسي والفارمسي قالت له لكن عندي اه 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 وبرضو مهم في الكمميديكيشن اللي هو الاسبوكين بيرسون او التعامل مع المرض في النهاية الريبورت هيبقى يعني انت في الاول بتعمل الريبورت اللي هو في البداية اللي هو في اول تمانية وربعين ساعة لكن بعد كده وانت بتشتغل وتشتغل هيبدأ يزالك معلومات اكتر وده كلها بتضاف الفاينال ريبورت فبيبط كل الانفستيجيشن انت اشتغلتها كل الدروس المستفادة كل عشان تقدر الريبورت في الاخر صحيح بيبعت في المنشأة لكن الافضل اللي هو يتناقش هذا كيس عشان الدروس المستفادة دي لازم توصل هي برضو لحظة مهمة في اللي هي لاحظة امتا تعلن ده امتا ودي مهمة وفي احنا عندنا حتى الجدول المشهور اللي هو يعني اللي هو لازم يجب من 10 days من مثلا وهنا دي الوصف اللي انت لازم يعني هنا وفي بقى يعني وليها الوصف 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 طبعا في جزء مهمة في الوصف لو انت مش دني عندك مش واضح لانت تكون سال في الجد IPC وكمان في جزء معين خاص بالنور فيروس هنا يعني لانت تتكلير للنور فيروس لما عاد 2 incubation period للأركانزم مش 1 incubation period في last case هتعد 2 incubation period وتقدر تقول هنا خلاص ما زهرت لكش حالات جديدة تقدر تقول هنا ففي الoutbreak report communication في اللي انت تو identify الoutbreak فهنا في hospital وده مطلوب منه اللي هو وبعدين جزء تاني في الcommunication ازاي ابلغ الkey individual الجو المنشأ وبغل المنشأ فبغل المنشأ عن طريق الnotification form الموجود على البلاتفورم واتفاعل اللي لازم تبلغ فيه خلال اول 48 ساعة من الown stop the outbreak رقم 3 تبدأ تشتغل على out management action plan وهنا هو المسؤول اللي هو يبدأ الميجورز اميديات لي اكوردنج لي الام اب وهنا هو المسؤول اللي هو يتابع مع المشتشفى ومع الهيلسكير cluster عشان يتأكد الميجورز المحطوطة في الام اب دي فعلا متطبقة في المشتشفى مش كلام محطوط في الaction بس وخلاص وخمسة هي البقية الفورمز اللي انت ازا تكمل بقى الفورمز بتاعتك في 72 ساعة فانت الاول بتبلغ في خلال 48 ساعة وبتبدأ تعمل الام تكملها في اول ممكن تضيف الحالات الجديدة اللي انت اكتشفتها حالات الوفيات وين يحصل وبعدين كل اسبوع بتخش على البلاتفورم وتعمل اوب ديت اكوردن للاستيتوس فيبقى باختصار انت في الاول بتبلغ في 48 ساعة في اول 48 ساعة وتبدأ تشتغل بالانيشا الام في بعد 72 ساعة ممكن تعدل وتعمل لها اوب ديت وبعدين كل اسبوع تعمل اوب ديت اثناء لغاية ما تدكلير الاؤتبريك بيبدأوا تفول اوب معاك وال اوب ديت اللي انت حطيتها على الام او الموجودة في الام و بناء عليها بنقسم الام او في حالات الاول الام بي الام كلاسات الكبيرة هنا الام الام او مع المشتشفى و الساعات الجيدة بيعمل في الكلاسي بتبقى مانلي وده مثل الذي تح dumb app 거예요 إذا كانت هنا كلاسي وهذه وخلاص التحدث وتشطى هنا Actions ودي ريكمنديشن ميني رسپونسابل برسون اتايم فريم وده الستيتس والله ايضا نستيل بندن امجوين نو دن والكلاسز همتقسمها لأي بي سي واتفاقنا ان الأي والبي دي تغالبا مسؤولية الريجنال رسپونسابللتي وساعات الجدعي بي سي كمان سبيشيلي في الأي بي رسپونسابل وبيعملوا في الدي بيزت اما سي بتبقى رسپونسابلتي والكلاسزر بيزبيرتينينج الهوستل ودي الكلاسز الآية زي ما انتم شايفين دايما الأدب بتبقى اكتر اللي هو في 8 حالات او اكتر ده طعا انا بتكلم في الكمان باسرجين 8 حالات او اكتر والكلاس بي 5 حالات ل7 حالات والكلاس سي من حالتين لأربع حالات ما عادة هنا الكوليستراديوم ديفيسل بتبدأ من حالة فلو عندك حالة كوليستراديوم ديفيسل انت لازم تعتبرها احنا بنكلم طبعا ال HCI لازم تعتبرها ودي اللي هما برضو لو ما نيجي نتكلم على لو كلاس اي احنا بنكلم على 8 حالات او اكتر كلاس بي 3 حالات ل7 حالات وكلاس سي من اول حالة حالة لحالتين كلاس سي لكن هنا الكانديده اوريس بالذات لو حالة واحدة كانديده اوريس ودي من الكابس لازم تبلغ اللي دي عنده كلاس سي اوريس نفس الكلام في الاسبرجيلوس يعني لو اتفع على الاسبرجيلوس طبعا محدش بيحفظ ده مجرده محطوط عندنا بس الاسبرجيلوس ده مهم انتو تعرفوا برضو حالة واحدة لازم ابلغ الهيلس كيس وشدد هباتاتي السي حالة واحدة لازم ابلغ الميسلز نفس الكلام والميرس كوف على واحدة باعتبارها كلاس سي اوريس وده الناتفكيشن احنا ازاي نبلغ خلاص حطينا الهنا طبعا هنا بنحط يعني المعلومات عنه الهيلس كيس فاسيليتي التيب الديبارتمنت ان سو اون وهنا الديموجرافيك داتا اللي بنحطها بالنسبة للمرضى والجندر والديتوب فررس والآي دي ان سو اون واللي بديمولوشكال داتا ديبايز اسوشياتيد والتريتمينت مانجمنت والستاتس احنا كده وصلنا لنهاية المحاطر حد عنده اي سؤال فتحوا المايك وانا جاهز اشتركوا في القناة